انا لحد ما ان شاء الله الفيديو ده يبقى جاهز عايز اقول انه فيه ايضا يعني زي ما فيه انتصارات الحمدلله سياسية وعسكرية فيه ايضا تطورات بناحية الاقتصادية النهاردة كان فيه مؤتمر لقاء مهم جدا مع محافظ البنك المركزي سيد طارق عامر محافظ البنك المركزي حوالين بعض التطورات اللي حصلة فيه الاقتصاد المصري هو بيكلم محافظ الحقيقة كان فيه لقاء في الغرفة الكندية محافظ البنك المركزي قال ان القطاع الخاص يجب ان يستثمر دون خوف وبيقول ان احنا صرفنا على البنية التحتية مبالغ مالية لم تصرف من قبل داعيا القطاع الخاص للاستثمار تحديدا فيه القطاع الغزائي وقال ان التحدي الرئيسي الان لمصر هو الصادرات مشيرا الى ان معدل البطالة انخفض الى 12% حسب ارقام البنك المركزي الكلام حوالين البنية التحتية المصرية هو كلام دلوقتي الحقيقة حديث مصر في الداخل كل المطلعين على الارقام وهو ايضا حديث العالم لانه رغم هذه المواجهات الارهابية ورغم كل التحديث اللي حصل في القوات المسلحة المصرية ورغم كل القطع البحرية وطيران والتسليح الجديد اللي تم في نفس التوقيت مصر عملت في البنية التحتية ما لم يعمل من قبل غير مسبوك محافظ البنك المركزي قال ان الاوضاع في مناف السياحة تغيرت تماما رغم وجود بعض التحفزات من النواحي السياسية من بعض الدول الا انها حققت في الاشهر الثلاثة الماضية ارقام تزيد عن ارقامها في 2010 من ناحية الاشهر ففي اغسطس عملنا 940 مليون دولار سياحة مقارنة بـ 220 مليون دولار في العام السابق عن نفس الشهر طريق عامل ايضا قال ان الاقتصاد المصري شاهد دفعة كبيرة من خلال اسياسات الاصلاحية الاسلاحية اخيرا موضحا ان نسبة نمو الناتج القومي هذا العام بلغت 5% بالرغم من السياسات النقدية التقييدية واصبحت مصر سادس دولة في العالم من حيث الاسواق اتكلم كمان حوالين انه في الكثير من ارباح الشركات الكبرى زادت بنسبة ما بين 40 الى 60% وتم اعادة اوضاع الثقة الى ما كانت عليه مضيفا لابد ان نكون مؤمنين كمستثمرين ومستقبل هذا الاقتصاد وهذا البلد ومازلنا ننتظر من القطاع الخاص ان يقوم بدور اكبر اتقال برضو ان الاوضاع الاقتصاد المصرية تحسنا بشكل كبير خلال ال 11 شهر اللي فاتوا ومستويات التضخم بتنخفض وهتعود لمستوياتها الطبيعية خلال منتصف العام المقبل وده كلام مهم مسألة التضخم لان ده هينعكس بشكل طبيعي على الاسعار في السوق قال طريق عامر بايردو ان احنا حصل انخفاض في الواردات بقيمة 20 مليار دولار 20 مليار دولار انخفاض في الواردات ده رقم مزهل مزهل لما تضربوا دولارة في سعر الدولار الجديد 17 59 هتلاقي ان الموضوع يعني فلوس كتيرة جدا وفرتها مصر والحقيقة دي يمكن الفايدة الاساسية الكبيرة اللي حصلت من تعويم السعر الصرف لانه هذا التعويم ادى الى ارتفاع الدولار فيعني كل الناس اللي كانت تشتري حاجات من بره والدولار ب8 جنيه وتدخلها هنا ولا تهربها ولا الكلام ده كل ده انخفض بشكل كبير جدا وادى الى انه الناس بدأت تقبل على منتجات محلية وانخفضت الواردات وده يؤثر جدا على موازنة الدولار كلام مهم برضو قاله طارق عامل على مستويات الدين الخارجي لانه قال المستويات بتاعت الدين الخارجي لا تزعج البنك المركزي وان مصر ملتزمة بالسداد وقال ان حجم ديون الخارجية لتركيا ديون تركيا الخارجية اكبر من ديون مصر رغم ان الناس كتيرة كانت بتشيت بالاقتصاد التركي وبتقول انه تم تحقيق طفرة الى اخره لكن ديون تركيا اكبر من ديون مصر رغم التقدم من الاقتصاد اللي كانت وصلته تركيا وقال انه تركيا ديون تصل الى 400 مليار دولار مشيرا لانه القروض تم استخدامها في مشروعات عملاقة وقومية يعني القروض ما اخدناش قروض عشان نشتري بيها طمر هندي لا احنا اخدنا القروض دي علشان نبني بيها البلد من الداخل وده بيانعكس بكل تأكيد كثر وقومية في البنية التحتية عشان الناس اللي بتاعتقل والديون وهتتسدد ازاي الديون دي تحولت الى قيمة مضافة الى الاسدس الاساسية لهذا البلد من طرق من كباري من قنوات من مشروعات عملاقة من اكتشافات جديدة من استثمار في البحر من استثمار في الارض من استثمار في الزراعة يعني القروض دي ما راحتش يعني ما صرفناش على شيء وقهوة على وحنا بنلعب طاولة على القهوة لا دي تصرفت على مصر يعني وجوء يعني الديون دي لا يمكن اعتبرها ديون لانها صارت قيمة مضافة لهذا البلد وقدت الى تقدم اقتصادي باذن الله حاصل شوفوا العاصمة الادارية بالفلوس اللي تصرفت فيها شوفوا الاراضي بس بتاعت العاصمة الادارية مستويات الاقبال الاستثماري عليها خاصة بعد ما شوفنا ما شاء الله فندق الماسة والمشروعات اللي اتعملت هناك والمباني ده هينعكس ازاي على اسعار هذه الاراضي المطروحة للمستثمرين فدي طبعا حاجة طيبة وطيبة جدا شكرا